اشتركوا في القناة اصدنا الى النص وقرأنا العبارة التي وردت فيه صخوره الصلبة لوجدت اننا وصفنا الصخورة بصفة معينة وهي كونها صلبة وهذه الصفة كما تلاحظ هي ثابتة وملازمة للصخور ولا يتوقع ان تتغير كما اننا لو قلنا لاحدهم صف لنا هذا الرجل فمن المتوقع ان يقول مثلا هو ابيض اللون طويل الى اخره فقوله ابيض وصف ثابت فيه كما ان الطول وصف ثابت فيه ولا يتوقع ان يتغير طوله فكل اسم مشتق دال على وصف ثابت او شبه ثابت في الموصوف نسميه بالصفة المشبهة فالصفة المشبهة اسم مشتق دال على وصف ثابت او شبه ثابت في الموصوف وسميت بالصفة المشبهة اي المشبهة باسم الفاعل لانها تشبه اسم الفاعل في دلالتها على من يقوم بالفعل او يتصف به والفرق بينها وبين اسم الفاعل انها تدل على وصف ثابت كانت صيغ المبالغة كما تذكرون تدل على مبالغة وتكرار اسم الفاعل اما هنا فالصفة المشبهة تدل على وصف ثابت في اسم الفاعل اذا الفرق بينها وبين اسم الفاعل انها تدل على وصف ثابت في حين ان اسم الفاعل وصف طارئ غير ثابت ولو رجعت الى الصفة المشبهة التي وردت في النص مثل جميلة صلبة وغيرها لوجدت انها اشتقت من فاعل لازم ثلاثي اذا الصفة المشبهة هي اسم مشتق يصاغ من فاعل ثلاثي لازم فالصفة المشبهة تشترط في ان يكون الفعل الذي تصاغ منه ان يكون فعلا ثلاثيا ولازما اما في صيغ المبالغة فكان الشرط ان يكون فعلا ثلاثيا فقط والان اشتقاق الصفة المشبهة او اوزانها اولا اذا كان الفعل اللازم من الباب الرابع والباب الرابع هو فاعل يفعل اي كسر فتح مكسور العين في الماضي والمفتوحة في المضارع فتكون الصفة المشبهة على الاوزان الاتية اولا افعل ومؤنثه فعلاء وهذا الوزن يدل على لون نحو ابيض بيضاء واحمر حمراء واصفر صفراء وغيرها ويدل على حلية او زينة نحو اكحل كحلاء واحور حوراء وادعج دعجاء وغيرها ويدل ايضا على عيب نحو اعرج عرجاء احدب حدباء اعور عوراء وغيرها فالوزن الاول من الصفة المشبهة افعل يدل على لون او حلية او عيب والوزن الثاني فعلا ومؤنثه فعلا وهذا الوزن يدل على خلو نحو عطشان عطشة جوعان جوعة صديان صديا ضمآن ضمآ وغيرها ويدل على الامتلاء مثل غضبان غضبة شبعان شبعة ريان ريا وغيرها اذا فالوزن الثاني من الصفة المشبهة فعلا يدل على خلو او على امتلاء وأما الوزن الثالث فهو فعل ومؤنثه فعلا مثل فرح فرحة جذل جذلة فطن فطنة نظر نظرة أشر أشرة ضجر ضجرة طريب طريبة وتعب تعب وغيرها اذا فالوزن الثالث من الصفة المشبهة هو فعل ثانيا اذا كان الفعل من الباب الخامس فعل يفعل اي مضموم العين في الماضي والمضارع ما ذكرناه قبل قليل كانت أوزان الصفة المشبهة من فعل ثلاثي لازم من الباب الرابع أما الآن فالأوزان التي سنذكرها من فعل ثلاثي لازم أيضا لكن من الباب الخامس فتشتق منه الصفة المشبهة على الأوزان الآتية أولا فعل مثل حسن بطل ثانيا فعل مثل سهل طلق صعب شهم ثالثا فعل مثل صلب حلو رابعا فعال مثل شجاع فرات خامسا فعال مثل جبان رزان حصان سادسا فعيل مثل كريم شريف بذيء وغيرها سابعا فاعل مثل عاقر من عقرة المرأة فاره طاهر كامل من الأفعال فره أو طهر أو كمل الرجل ثالثا تصاغ الصفة المشبهة من الفعل الماضي الثلاث اللازم معتل الوسط بالألف فتأتي الصفة المشبهة منه على وزن فيا مثل طاب يطيب والصفة المشبهة طيب بان يبين والصفة بين لان يلين والصفة لين جاد يجود والصفة جيد وهان يهون والصفة هين ساد يسود والصفة المشبهة منه سيد فائدة الصفات المشبهة على الأوزان أفعل ومؤنثه فعلاء والوزن فعلان ممنوعة من الصرف أي لا تنون وتجر بالفتحة بدلا من الكسرة فالأوزان أفعل فعلاء فعلان أوزان ممنوعة من الصرف فائدة ثانية الباب الرابع فعل يفعل أكثر أفعاله لازمة ولذلك اشتقت منه الصفة المشبهة فائدة أخرى أفعال الباب الخامس فعل يفعل كلها أفعال لازمة والآن عمل الصفة المشبهة تذكر أن الصفة المشبهة تشتق من فعل لازم كما مر ذكره إذن هي ترفع فاعلا فقط لأن الفعل اللازم الذي اشتقت منه يكتفي برفع الفاعل إذن هي لا تنصب مفعولا به فلو قلنا هذا رجل طيب خلقه لكان خلقه فاعلا للصفة المشبهة طيب إذن فالصفة المشبهة ترفع فاعلا ويأتي أيضا الإسم بعد الصفة المشبهة منصوبا مثل هذا رجل طيب خلقا وهو حين يأتي منصوبا نعربه تمييزا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن فالصفة المشبهة تنصب ليس مفعولا به وإنما تمييزا وإن جاء الاسم بعد الصفة المشبهة معرفا بلام التعريف أعرب مجرورا بالإضافة كما لو قلنا محمد طيب الخلق فالخلق مضاف إلى الصفة المشبهة طيب مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة فيمكن لنا أن نقول أن الصفة المشبهة تجر مضافا إليه نخلص من هذا إلى أن الاسم الواقع بعد الصفة له ثلاث حالات إعرابية وهي أولا الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة إذا كان مضافا إلى ضمير مثل العراقي حلو طبعه ثانيا النصب على التمييز إذا كان الاسم الذي بعدها نكرة مثل العراقي حلو طبعا ثالثا أجر بالإضافة إذا كان الاسم بعدها معرفا بلام التعريف مثل العراقي حلو الطبعي تقويم اللسان أقول أدكن أم أقول داكن قل قميص أدكن وجبة دكناء ولا تقل قميص داكن وجبة داكنة والآن إلى خلاصة القواعد الصفة المشبهة اسم مشتق من فعل ثلاثي لازم إذن تشتق من فعل ثلاثي لازم دال على وصف ثابت أو شبه ثابت في الموصوف تدل على من قام بالفعل تشتق الصفة المشبهة من بابين الباب الرابع كسر فتح على أوزان وهي فعلان ومؤنثه فعل كعطشان وعطش وشبعان وشبعة وعلى وزني فعل ومؤنثه فعل كفرح وفرح وضجر وضجرة وتشتق أيضا الصفة المشبهة من الباب الخامس ضم ضم فتشتق على أوزان هي فعل حسن بطل وعلى وزني فعل سهل طلق وعلى وزني فعل صلب حلو وعلى وزني فعال شجاع فرات وعلى وزني فعال جبان حصان وعلى وزني فعيل شريف كريم وتشتق وتشتق الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي اللازم الماضي معتل الوسط على وزني فعل بين بين لين وهين وللإسم الواقع بعد الصفة المشبهة ثلاثة حالات إعرابية الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة إذا كان مضافا إلى ضمير أو النصب على التمييز إذا كان نكرا والجر على الإضافة إذا كان محلى بلام التعريف والآن حلل وأعرب حلل وأعرب الجملة الآتية إن الخطيبة طلق لسانه طلق صفة مشبهة على وزني فعل عملت عمل فعلها فرفعت فاعلا لسانه لأنه أضيف إلى الضمير والإعراب إن حرف مشبه بالفعل لا محل له من الإعراب الخطيبة اسم إن منصوب وعلامة وعلامة نصبه الفتح الظاهرة طلق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لسانه فاعل الصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه أيضا حلل ثم أعرب الجملة الآتية العراقي طيب قلبا طيب صفة مشبهة على وزن فيعل اشتقت من الفعل الثلاثي اللازم المعتل الوسط بالألف طاب يطيب والصفة المشبهة منه طيب فيعل أما الإعراب العراقي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طيب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة قلبا تمييز منصوب فقد ميز الصفة المشبهة طيب ماذا طيب قلبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وبهذا القدر أعزاء الطلاب ننهي مراجعة درس الصفة المشبهة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر